وإحنا نتكلم عن زيادة المساحة المنزرعة من الأمح وجودة أيضاً الأمح المزروع لازم يكون فيه كمان عوضة مصاحبة للخطوتين دول أولاً فكرة لو هنتكلم عن الساعة التخزينية أو لو هنتكلم حتى عن الرأي الحديث أو لو هنتكلم حتى عن أليات أصلاً الحصاد الحديثة إيه اللي حصل أو إيه جديد في مستقبل مصر يعني أدى أن إحنا وصلنا لهذه الجودة من الأمح بما كمان يعني يشمل فكرة أنه موجودة سريلات جديدة وجودة أمح عالية أولاً في مستقبل مصري بفضل الله تعالى يعني بنحقق في المتوسط من 18 إلى 22 أرداب في الفدان الأرداب 150 كيلو يعني تقريباً تقريباً 2.9 من 10 أو 3 طرن تقريباً في الفدان ده متوسط هايل جداً جداً مش أقل من الأراضي الخزبة يمكن أن يكون زيها وأعلى أحياناً إيه السبب هي حزمة من التوصيات العلمية اللي بنتبعها يعني مثلاً برضو في مشروع مستقبل مصر فيه اتفاقية بين وزارة الزراعة لإنتاج تقاوي الأمح عشان عندنا المساحة كبيرة فأكتر جزئية دي حتى يمكن مش معظم الناس عارفها مشروع مستقبل مصر الوقتي مسؤول عن إكسار تقاوي الأمح للأصناف الحديثة اللي طلعها وزارة الزراعة وبمناسبة إحنا في مصر عشان الناس تبقى عارفة ده عندنا حاجة وعكسة إحنا مميزين جداً في أصناف الأمح اللي المحلية اللي إحنا بنتجها بنفسنا أصناف فيه منتهى القوة ومن الأصناف تضايق أحسن أصناف العالمية في الجودة والإنتاجية العالية فده حاجة نفتخر بيا إحنا في المحاصيل الحقلية مشوط طار جداً مميزين بأقوى أصناف على مستوى العالم العكس تماماً بقى فأصناف الخضر والفكهة إحنا تقريباً بنستورة كل التقاوي تاعت الخضر والفكهنبر ما عندناش ما بننتجهاش كويس طب ده ده راجع لإيه يعني إحنا بنكلم لا هو راجع لحاجات كتير قوي ما أحسن شخصياً مش عارف يعني هي حاجة بقولها حاجة وعكسات إحنا في المحاصيل الحقلية اللي هي الحبوب زي الأمح والدرق والقطن والرز عندنا أقوى أصناف على مستوى العالم إنتاجنا إحنا أصناف اللي هي البزرة التقاوي اللي هي بداية الزراع في إيدي تقاوي قوية أقود أعلى إنتاج على طول عشان كيف أقول أول كلمة أختيار الصنف القوي فإحنا في المحاصيل الحقلية شطار جداً لغم أن نحن بستورد إنتاج في النهاية عشان المساحة اللي بنزرعها مش مكفي يعني فمشروع مستقبل مصر شغال مع وزارة الزراع على إكسار التقاوي المحلية دي التقاوي المحلية دي اللي بنتنتجها مع بحوث المحاصيل الحقلية في مركز بحوث الزراعية في وزارة الزراعة وصل بالإنتاجية في التقارب بتاعته لتلاتين أرداب في الفدان والوقت الحال إحنا 22 تقريباً أقصى حاجة فداخل إن شاء الله أصناف أقوى كمان طيب ده عظيم جداً وإحنا نتكلم على الأصناف هل بيتم مراعاة التغيرات المناخية التغيرات المناخية متلاحقة يعني كل سنة سنتين بيحصل تغير كبير جداً في اليوم ده سؤال في المنتاج جمال هي الجزئية دي إحنا دلوقتي كل اللي شغال في مجال الزراعة في إنتاج التقاوي أو في زيادة حجم الإنتاج أو في تقليل التكلف من ناحية التغذية أو من ناحية الأمراض أو من ناحية مواصفات الجودة شغال تحت مزلة واحدة هي مشكلتين اتنين اللي بيقابلوا النبات في كل حال في العصر اللي إحنا عاشيين فيه تغيرات المناخية المتقلبة باستمرار فعاوز دايماً أطلع أنا بقيتش عارف لا صيف صيف ولا شطة شطة دي أنا بتتغير معي على طول إلى الجانب كمان مشكلة نقص الميا دايماً بندور تلوقتي على إننا حنوصل لأفضل أصناف بقى أقل كمية مية يعني معيار المية إن النبات هيستهلي كمية مية دي بقى هدف بنمشي وراه سواء في الأصناف اللي بيطلعها جيداً أو كده بتطلع الأصناف دي علشان تكون استهلاك المية أقل وإنتاجها أعلى حاجة وعكسها طبعاً ده النحية العلمية مش فيه بالطريقة دي هل وصلنا لحاجة؟ طبعاً وصلنا لحاجات كتير جداً ممتازة الناس متطمنة إحنا في المحاصيل الحقلية اللي مرة تانية هو إحنا من أفضل يدعوها على مستوى العالم في إنتاج تقاوي الأمح والدرة والأطن والرز أفضل أصناف اللي محاصيل الحقلية عامة تانية طب مميزين فيها جداً فيه معتقد أخر بجابة المعتقد السيد أنه الأرض المستصلحة مش يعني مش بيتزرع فيها أعلى جودة للمحصول الزراعي فيه معتقد أخر أنه برضو نفس الفكرة عن المحاصيل اللي بتتزرع أو بتتروي بمياه معالجة أو مياه محلاء أو 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 عايزة أعرف من حضرتك مدى صحة المعطاء الكلام ده إيه أو الاعتقاد ده إيه طيب حجم المحصول وجودته بيرجع لثلاث عوامل أول عامل أن أنا بختار صنف وراثياً قوي هذا أول حاجة يعني ما نقول والله مثلاً المحصول الصمرة دي طعمها حلو الطعم ده أول شيء يرجع فيه للصفة الوراثية للصنف نفسه تاني شيء يأثر على الطعم ده لو هاخدت الطعم عشان نقربها صورة للناس يعني ونقيس على الطعم بقى شكل الصمرة والجودة وحجم الإنتاج العالي نفس الصفات كل الصفات دي أساسها ثلاث حاجات الحاجة الأولية الصنف الوراثي البزرة في أصناف تدي محصولة عالي وأصناف تدي محصولة لي في أصناف طعمها حلو في أصناف طعمها سيء وهكذا فرقم واحد البزرة نفسها مش الأرض بقى ولا حاجة البزرة رقم اثنين إن أنا زرعت البزرة دي في معاد مناسب فمر ظروف جوية مناسبة للبزرة دي فتديني إنتاجها عالية جدا بمواصفات جودة عالية جدا مش الأرض برضو رقم ثلاثة بقى ودي يعني الجزئية اللي فيها نوه وشوية أصعب شوية دي هو برنامج التغذية وممكن أضرب مثال في الحتة أنا ممكن أطلع أمح من أراضي خزبة طينية تقيلة قديمة بأقل تكلفة ولكن بجودة قليلة وهيبقى الجودة هنا وإن عملنا مقارنة يعني حزر نفس الصنف وفي نفس المعاد بس في أرض خزبة وأرض فقيرة ممكن أطلع جودة في الأرض الفقيرة أعلى من الجودة في الأرض الخزبة ده يرجع لإيه لبرنامج التغذية مثلا النقطة الثالثة اتفقنا هنا حنثبت ترى حاجتين معادة الزراعة والصنف بس الاختلاف في الأرض عشان أقربوا الصورة أرض خزبة وأرض فقيرة أنا ممكن أطلع جودة من الأرض الفقيرة أعلى من الأرض الخزبة بإيه الأمح مثلا إيه الجودة المقصود بيه أنا عاوز حباية أمح أو سنبولة طويلة في عدد حبوب أمح كتيرة الحباية الواحدة مليانة كويس لما أطحانها وطلع منها دقيق الدقيق ده يصلح لعمل المخبوزات بيصلح إزاي إن لما بيتعجن بيبقى ماسك مطاطي في بعض وكده ده بيرجع لبروتين اسمه الجلوتين ده بيقسوه في المطاحة بروتين الجلوتين ده أنا أقدر أزوده برش مرتين اتنين بس عنصر سمادي بتغزى علي النبات وقت طرد السنابل هو عنصر النحاس مع عنصر الزنك أنا لو برش الزنك والنحاس على الأمح وقت طرد السنابل سواء بقى الأرض خزبة أو فقيرة بس اللي يرش حيضيني حجمة حباية كبيرة الزنك معيش هي حتة علمية شوية الزنك بينشط حمد أمين اسمه تريبتوفان والحمد ده بيخش في تخليق طبيعي داخل النبات تخليق هرمون لاستطالة اسمه الأكسين الطبيعي اللي داخل النبات بيعمل الأكسين يكبر الحباية بتاعت الأمح فيزود حجمة أنا جاتاً محصور بالزنك مهماً أعرفها ليه من ناس يعرفوا ليه أهمية دخول البحث العلمي في كل نواحي الحياة طبعاً طبعاً وبعندي بعنوات قديمة خلاص يعني فيه أحدث منها كمان تلوقتي بس دي حاجات بنتطبقها بالفعل فلازم ناس تبقى الحتة دي يدور دايماً عن المعلومة ويطبقها مش على المجرد الخبرة المتورسة ويطبقها الخبرة بتتغير لأن الظروف منخيات تتغير ومية بتتغير الأصناف بتتغير فلازم دايماً يجروا للمعلومة تاني أنا لو برش الزنك ونحاس على الأمح وقت طرد السنابل الزنك يزود حجم الحباية ويطول السنبولة لأن الزنك بيدخل في تخليق هرمون الاستطالة اللي هو الأكسين اللي هو هيعمل عملية دي داخل النبات طبيعي والرش ده مش حاجة وحشة ده ده سمد طبيعي اللي ما بيأكله سواء من الأرض أو برشه بالورق الشيء الثاني النحاس النحاس ده بيدخل كمرافق إنزيمي مع إنزيمات بناء البروتين اللي اسمه الجلوتين فيزيد محتوى في الحباية أما طحانه وطلعه دقيق أجعجنه يعمل مطاطية العاجية بسبب الجلوتين العالي أنا لو عندي نقص نحاس في تخزية النبات أما جعجن الدقيق بتاع النبات ده رئيسة يفزال ميا عمزا دقيق الدورة مسلا ما يشدش معا اللي يشد ده ده بروتين اسمه جلوتين عشان يزوده بالنحاس فيبقى العبرة هنا بقى مش بخصوبة الأرض أو فقرها إطلاقا العبرة أنا بطبق عليه برنامج تخزية سليم لكل مرحلة مراحل النمو الفسروجيا الأمحة ولا لا لو فاهم ده هو صلي على انتك